ده ملعب حلمي زمورة وانا هنا لقلهم مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على الملعب بالشكل ده تمام؟ انا عارف ان هم كمان في تفكيرهم تطوير الملعب بشكل كبير جدا وبيشتغلوا على ده بس يا جماعة دي مبراء بين الاهل والزمالك فرقة شباب ما هو من ناحية تانية انت هتقيم لاعب ازاي شاب وتشوف تطوره الفني وتشوف تطوره المهاري وانت بتلعبه على ملعب زي ده مفيش نجيلة الملعب نصفر بتلعب عرامل تقريبا تاني هنا انا لقلهم مجلس إدارة نادي الزمالك عشان هم هيشتغلوا على ده ده كلام ده من يعني الملعب ده مش فجأة بقى وحش وعلى فكرة ما هو القصة مش عند نادي الزمالك بس كل الملاعب كل الملاعب في مصر بالمنظر ده حتى تتش في النادي الآية اعتقدوا هم طوروه كمان في الفترة الأخيرة بس ما كان كده كله كده ليه يقول لك مقصة ما بيلعبش عليه الفريق الأول فمش مشكلة بقى بقى والشباب لا ده الشباب دول عشان حتى طعف تقايمه عشان طعف تعلمه الكرة لازم الكرة تتحرك بسرعة معينة وتشتهر بشكل كويس وهم يعصلوش إصابة ويعرف يتعامل ما احنا بنشوفهم احنا شفنا جزء من المباردات سيئة يعني وحشة قوي قوي بس ماهما برضو حيلعبوا كرة ازاي على ملعب زي ده بغض النظر بقى هل عندهم إمكانيات جيدة وعلاقة بس الملعب مش حلو ما هي دي النقطة اللي حم نتكلم عليها أعود دول أكبر ناديين في مصر في مشاكل في العقلية عند بعض اللاعبين في مشاكل في أرض الملعب أكبر ناديين في مصر ومنتكلم دايما على قطاعات الناشئين بالمناسبة بالمناسبة قطاعات الناشئين تعرفين مثلا في برشلونا عشان أودكي فرق العقلية لعبة الصغيرة لعبة اللي بتبقى في قطاعات الناشئين لما برشلونا بيروح يفتح أكاديميات في أمريكا في الصين في اليابان في أي حتة في العالم اللي بيروح يشرح لللاعبين الشباب في الأكاديميات دي يشرح لهم المنهج بتاع الكورة والأفكار والتفاصيل دي مش مدربين أو مع المدربين يعني شباب من اللي بتلعب في قطاعات الناشئين في برشلونا في أسبانيا متو متخيل؟ أهو شايف السؤال في النوص دي؟ ده واحد من اللاعبين الشباب اللي بيلعبوا في برشلونا راح يشرح للأشبال دول في أكاديمية في نيويورك وفي البرازيل وفي ميامي في أمريكا برضو بيشرح لهم إزاي المنهج بتاع الكورة وإزاي ويخد بالك الأعداء دي وراء حيات كتيرة قوي مش بس أمور فنية يعني يعني مش مكرنة والله بس مش يعني مش عيب برضو إن إحنا نبص ونرائب ونتعلم مش عيب